بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديه لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو اللقاء الثالث والثلاثون من سلسلة أفلا تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة لم يبحث عن أخطاء الآخرين إذا قرأنا التفاصيل الدقيقة لحياة هذا النبي الكريم الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأنه رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ووصفه بأنه على خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم على رغم من ذلك كل هذه المرتبة التي استحقها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلا أن الله عز وجل قال له ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضو من حولك على الرغم من الخلق العظيم والرحمة وحرصك على المؤمنين وتواضعك على الرغم من كل هذه الصفات التي انفرد بها هذا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام لو كان فضا غليظ القلب لن فضى الناس عنه وابتعدوا وهربوا منهم ولكن ما الذي يجعل اليوم مليار وسبعمائة مليون مسلم على وجه الأرض ما الذي يجعلهم يحبون هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحبونه أكثر من أنفسهم لأنه أيها الأحبة بالإضافة لكل الصفات التي تميز بها هذا النبي من التواضع والرحمة والتسامح والعفو تميز بصفة أنه لم يكن يبحث عن أخطاء الآخرين ليشوه صورتهم مثلا يعني مثلا حبيبكم عليه الصلاة والسلام لم يقرأ أصلا ما يسمى بالكتاب المقدس يعني التوراة والإنجيل لم يقرأ ولا حرفا ولم يطلع على هذا الكتاب التوراة أو الإنجيل مع العالم أنه كان منتشرا في المدينة وفي مكة أيضا كان هناك اليهود والنصارى لم يأخذ هذا الكتاب مثلا ثم يقول لديكم هذا الخطأ ولديكم هذا الخطأ ويبدأ ينقب عن الأخطاء لماذا؟ لأن هذا الأسلوب أيها الأحبة ينفر أتباع هذه الديانة والنبي يريد أن يجمع القلوب حوله إنسان أيها الأحبة لديه كنز عظيم هو القرآن هل تذهب وتفتش في أخطاء وعثرات وتناقضات الآخرين وأنت لديك كنز عظيم؟ تترك هذا الكنز وتترك هذا الإعجاز الرائع في القرآن الكريم تترك هذه الجواهر واللآلئ وهذه المعجزات المبهرة في كلام الله تبارك وتعالى وهو الحق ثم تذهب لتفتش في كتب الآخرين ودياناتهم ومشاكلهم وتناقضاتهم واختلافهم وإلى آخرين وإساءاتهم للأنبياء مثلا ثم يعني تبدأ بمهاجمة عقائد الآخرين هذا ليس منهجا نبويا على الإطلاق أيها الأحبة اليوم أحببت أن أوصل لكم وجهة نظري قد يختلف معي البعض وقد يتفق معي ولكن أنا البوصلة التي تدلني على الطريق الصحيح هي منهج النبي الكريم الشيء الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعتبره هو الحق كلام الله تبارك وتعالى وتعاليم هذا الإله العظيم الوارد في القرآن هي الحق الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن لم يقل أفلا يتدبرون الكتاب المقدس قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وقال في هذا الكتاب وتفصيل كل شيء وقال فيه أيضا هذا بيان للناس وقال فيه أيضا ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء آيات كثيرة أيها الأحبة لا توجد آية في القرآن تأمرنا أن نطلع على الإنجيل أو التوراة أو أي كتاب آخر كتب البوذيين والهندوسين وغير ذلك لم نؤمر بذلك والنبي لم يفعل ذلك ومردود هذا العمل ضعيف لماذا؟ لأنني أنا بدلا من أن أشكك في عقائد الآخرين أنا أظهر لهم عظمة الكتاب الذي أحمله أظهر عظم لأننا بحاجة أيها الأحبة لمعرفة القرآن ولكن أنا الحقيقة بحثت في الكتاب المقدس وقرأت الكثير بل إنني قمت بالبحث بشكل رياضي في هذا الكتاب عن تكرار بعض الكلمات وبعض العبارات وقمت بعمل دراسة مقارنة بين القرآن وبين الكتاب المقدس وظهرت لدي نتائج مهمة ولكن الحقيقة هذه النتائج يمكن أن نعرض منها ما يفيد الناس جميعا نحن لا ندعو أحد لأن يغير قناعاته أو نجبره على أن يدخل في الإسلام أو أن يترك المسيحية بالعكس الله أعطاك عقل نحن مهمتنا أن نظهر روائع هذا القرآن كريم ونظهر الأشياء الجميلة في الكتاب المقدسين كتاب المقدس ليس كله يعني كما يقول البعض كلام فارغ أو هذا لا يوجد فيه بعض التعاليم التي تتفق مع القرآن يوجد فيه بعض البشارات بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهذه ينبغي أن نصلت الضوء عليها يعني أيها الأحبة الله تعالى أشار في القرآن الكريم أن ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم موجود في القرآن النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الله تعالى يقول في القرآن الكريم على لسان سيدنا عيسى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مثل هذا الكلام ينبغي أن ننقب ونفتش ونبحث عنه يقول الله تبارك وتعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا ماذا أمر حبيبه أن يقول عندما اتهم بأنه يكذب على الناس وأنه ليس نبيا وهذا قول الملحدين والمشككين اليوم يقولون هذا ليس نبي ما الذي أدرانا أنه نبي ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل يا محمد الله علمه وعلم كل مؤمنا من بعده كيف يواجه هذه الشبهات هذه الاتهامات قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إذن هناك أناس لديهم علم من الكتاب في هذه الآية أيها الأحبة إشارة إلى أن من عنده علم من كتب اليهود والنصارى يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول مرسل من الله وقد ورد اسمه أو وصفه في كتبهم السابقة ولكن كيف ذلك دققوا مع أيها الأحبة جاء في الإصحاح السادس عشر أن الله وعد البشر بنبي كلامه أحسن الكلام الإصحاح السادس عشر كلامه أحسن الكلام إنه محمد العظيم مفسري الكتاب المقدس مفسروا الكتاب المقدس قالوا إن كلمة محمد هنا جاءت صفة بمعنى محمود وليس اسماً لنبي هو الذي حدث أن الكتاب المقدس تعرض للتغيير والتبديل والتحريف عبر يعني أكثر من ألفين سنة فأي إشارة للنبي عليه الصلاة والسلام بقيت موجودة وبما أن هناك آلاف المخطوطات تتفق على هذه هذا الإصحاح أو هذه الآية أو هذه العبارة فكان من الصعب تغيير الكلمة بالذات فقاموا بتغيير المعنى أو التفسير يعني مثل لدينا في الإسلام لدينا آيات واضحة هناك بعض الفرق والمذاهب الضالة تفسر هذه الآية يسمونه تفسيراً باطنياً يأخذون معنى مختلف تماماً لأنهم إذا فسروها حرفياً كما هي تخالف عقيدتهم الفاسدة وبالتالي أيها الأحبة يعني هذا النص يشير إلى اسم محمد صلى الله عليه وسلم هناك نص آخر في الكتاب المقدس فيه خطاب لسيدنا موسى طبعاً هذا ما يسمى بالعهد القديم يقول وأقيم لهم نبياً مثلك دققوا على كلمة نبي أولاً وكلمة مثلك المفسرون من المسيحيين قالوا هو عيسى عليه السلام أولاً عيسى حسب اعتقادهم ليس نبياً هو ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وعيسى ليس مثل موسى لأن سيدنا موسى عليه السلام لم يخلق بمعجزة هذا أولاً جاء بولادة طبيعية من أب وأم ولم ينفخ الله فيه من روحي ولم يكن لديه معجزات إحياء الموتى عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام سماه الله كلمة الله وروحه وقال أيضاً نفخنا فيه من روحنا آية ثانية وجاء من غير أب بمعجزة يعني لم تتكرر في التاريخ وكان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله كان يخلق طيور حقيقية فيها ريش وعظام ولحم وقلب وتطير من الطين بقدرة الله تبارك وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام أنا أود أن أطرح سؤالاً لمن يشكك بنبوة هذا النبي الكريم لماذا يعطي للمسيح عليه السلام هذه القيمة العالية جداً المفروض أنتم تقولون إن النبي متهم بأنه يحب الجنس ويحب القتل وقتل مخالفيه وأرهب من حوله وصنع ديناً لنفسه طيب شخص بهذه المواصفات بالله عليكم هل يكرم أنبياء الله الذين سبقوه لماذا يكرمهم على عكس الكتاب المقدس يعني اقرأوا سيرة أو قصة سيدنا لوط عليه السلام الذي وصفه القرآن قال أخرجوا آل لوط من قريتكم هؤلاء قومه المجرمون ما هي تهمة آل لوط؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون والله تعالى قال في حق الأنبياء وكلًا فضلنا على العالمين في القرآن وعبادنا المرسلين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى إذن الأنبياء لهم رتبة عالية جدا في الطهارة وفي العلم وفي الفقه وفي وفي العصم أيضا معصومون من الخطأ بينما في الكتاب المقدس اقرأوا قصة سيدنا نوح عليه السلام تجد إنسان شاذ والعياذ بالله قصة مشوهة قصة سيدنا لوط تجدون رجل والعياذ بالله يعني يقوم بكل أنواع المنكرات ثم يسمونه نبي إذن القرآن أيها الأحبة يتميز بأنه أعطى قيمة عالية للأنبياء وبخاصة المسيح عليه السلام طيب هذا يتناقض مع الشخصية التي تسوقونها للنبي صلى الله عليه وسلم تقول إن النبي ليس رجل سلام وليس وهو كاذب وهو يفتري وهو كذا وهو كذا وتضعون كل هذه الصفات ثم عندما نقرأ القرآن نجد أنه يعطي قيمة لنبيكم أو كما تعتقدون إلهكم تعالى الله عن ذلك يعطي قيمة عالية جدا أن المسيح هو الوحيد الذي كان يخلق كان أجدر بالنبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب هذه الصفة لنفسه لو كان يريد أن يكذب لماذا ينسبها لغيره هذا يدل على أنه صادق وأنه نبي مرسل لذلك أيها الأحبة عندما نقرأ هذا النص في الكتاب المقدس وأقيم لهم نبيا مثلك هذا يبشر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وليس بقدوم المسيح حسب زعمهم لأن المسيح هو إله وليس نبي وبالتالي لا يوجد نبي مثل سيدنا موسى إلا محمد عليه الصلاة والسلام لأن سيدنا موسى لديه كتاب ولديه تشريع سيدنا محمد لديه تشريع مستقل مختلف عن التوراة طبعا كلاهما من الله ولكن تشريعات جديدة مستقلة سيدنا محمد ولد من أب وأم وسيدنا موسى ولد من أب وأم لذلك فإن المنطق يفرض علينا أن نعتقد بأن هذا النص يتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو محمد وهو محمود وهو نبي لذلك أيها الأحبة الكتاب المقدس فيه شيء من الحق لابد مهما حاولوا التحريف لابد أن يبقى فيه شيء من الحق الكتاب المقدس أيها الأحبة إذا أردنا أن نقرأ هذا الكتاب سوف نجد فيه التناقضات ولكن أنا كما أقول دائما ليست من مهمتي ولا مهمة أي إنسان مسلم أن يدخل ويخرج هذه التناقضات لأن أصحاب هذا الكتاب يعرفونها علماء اللهوت الكبار يتحدثون عن ذلك فنحن بغنى عن هذا الأمر نحن بحاجة أن نخرج من هذا الكتاب المقدس الأشياء الجميلة التي تتفق مع القرآن الكريم ومع هذا الدين الحنيف طبعا أيها الأحبة الله تبارك وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن والتدبر هنا أيها الأحبة ليس الحفظ وليس القراءة وليس التفسير على فكرة يعني التدبر هو باللغة تتبع دبر أو عقب الأشياء أن تتتبع هذه الآية أين تكررت وهذه الكلمة أين وردت وتقارن هذه الآيات ببعضها تجد أن القرآن متناسق ولا يوجد فيه التناقض واحد يعني القرآن من أوله لآخره ذكر اسم عيسى 25 مرة وذكر اسم المسيح 11 مرة واسم مريم 34 مرة أكثر مما جاء في مثلا إنجيل متة أو إنجيل يوحنى اسم مريم ذكر كثيرا في القرآن أكثر فاسم سيدنا عيسى عليه السلام ورد 25 مرة لو جمعنا كل هذه الآيات وتتبعناها وقرأنا كل هذه الآيات لا نجد تناقضا واحدا بينها بينما عندما تذهب إلى الكتب الأناجيل الأربعة وتدرس نقطة معينة وتتتبع هذه النقطة يعني مثلا طريقة صلب المسيح والمسيح لم يصلب طبعا شبها لهم ولكن هذا مدون في الإنجيل الذي بين أيدينا اليوم إذا قرأت هذه القصة في الأناجيل الأربعة تلاحظ أنها مختلفة ومتناقضة مع بعضها لذلك الله تبارك وتعالى ماذا قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لو أن هذا القرآن خضع للتحريف وخضع لي الإضافات البشرية من عند غير الله لوجدناه مليئا بالتناقضات ولكن عندما نجد هذا الكتاب متوازن ونجده كتاب متناسق وليس فيه تناقضات وليس فيه اختلافات فهذا دليل على أنه كلام الله تبارك وتعالى أيها الأحبة الحديث طويل في هذا المجال سنكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ونستودعكم الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر